موسيقى كما أضف البيان ما نراه في غزة اليوم هو أمر مروع لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني ونزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقليم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أشنطن ستواصل تقييم التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي وليس هناك أي تغيير في المواقف أو السياسات الأمريكية وأن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال قطيراً وكانت قد أصدرت القمة العربية الإسلامية قراراً للإعراب عن الدعم الكامل للجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية وتطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح الرهائن كما حملت القمة إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقيات التي كانت قد تم التواصل إليها من قبل المفاوضين وهدفت القمة العربية الإسلامية التي عقدت في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة إلى متابعة متائج وتوصيات القمة السابقة ومؤصلة جهود وقف إطلاق النار وتسهيل إصال المساعدات الإنسانية العاجلة بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان هذا وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية والتي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض على إدانة مصر بشكل قاطع حملة القتل الممنهج والتي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة معلنا أن مصر ستقف ضد جميع المقططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قصرا أو تحويل القطاع إلى مكان غير صارح للحياة وهو أمر لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف كما أضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على قطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها للقدس الشرقية مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكركم في نهاية المطاف على حسن المتابعة وإلى اللقاء